قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن الحوثيين سيواصلون نشاطهم لبعض الوقت في البحر الأحمر حسب تقيم واشنطن وضفت أفريل هاينز أن الحوثيين استأنفوا هجماتهم البحرية شبه اليومية بعد إعلان اعتزامهم التصعيد وأنهم وعدوا باحترام إيقاف إطلاق نار إذا تحقق في غزة واتهمت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية جماعات مسلحة تدعمها إيران بمواصلة التخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة مشيرة إلى أن الحرب في غزة هزت منطقة الشرق الأوسط وتسببت بتحديات أمنية وإنسانية جديدة ناقشت جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مع قيادة القوات البحرية الأمريكية التسليحة والوضع في البحر الأحمر وقال السيناتور تيم كاين إن القوات البحرية تواجه التهديدات بشكل يومي في البحر الأحمر وإن أي خطأ في أنظمة الصواريخ الاعتراضية قد يؤدي إلى كوارث وعواقب وخيمة وأضاف السيناتور كاين أنه يتعين على واشنطن أن تنجح في البحر الأحمر بنسبة 100% لأن الأمر متعلق بحياة الجنود والبحارة الأمريكيين